اشتركوا في القناة انتلاق تم منذ حوالي 44 ثانية تقريبا 47 ثانية نتلاق ناجح حسب السور الأولى إن شاء الله يتم إلى النهاية بنفس الكيفية ثمرة مجهود من 2016 تقريبا لشباب تونسيين إن شاء الله يتم بنجاح إلى النهاية بالضبط المؤكب كما تلاحظوا من خلال هذه السور اللي تابعوا فينا على الباش فيسبوك نجم مشاهدونا الآن وأيضا شفنا حضور السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى جانب رئيس الشركة رئيس الملي العام للشركة في مقر الشركة شركة تلنات شفنا يواكب هذه العملية مباشرة من أمم شاء العملاقة التي وضعت في مقر الشركة مع أيضا فما مواكبة الجمهور العريض في مدينة العلوم في قاعة ابن خلدون في الحقيقة كيف كيف متابعة للحداث هذا من جل يعني الوكالات الأنباء العالمية وسائل الأعلام المرئية والمسموعة وكذلك المواقع في مختلف العالم وخاصة في العالم العربي تركيز كبير على المجهود التونسي والحدث التونسي الفضائي الهام أكيد جدا يعني حدث يفرض نفسه خاصة كما قلت تقريبا فكرة بداية 2016 جزت اليوم والحمد لله بداية العمل كانت من 2018 بمجهودات كبيرة من عدد من الشباب التونسيين اللي قاعد يأكد في كل مرة أن الشباب التونسي صراحة بالرغم من الأحباط ربما اللي قاعد يصيبوا لأن الشباب قاعد يخدم ويقدم وإن شاء الله أكيد تونس باش تكون وجهة في عالم التكنولوجيات الفضاء في المستقبل القريب وإن شاء الله الربما الأطلاق هذا يكون معها إقلاع تونس في الاقتصاد وفي السياسة وفي المجتمع وإن شاء الله تكون هذه هي ربما القطرة اللي باش نبنيو عليها بقدرة ربي خاصة وأنه كما قلت يعني حدث ربما تاريخي في تاريخ تونس باش يبقى تحكي عليه أجيال في المستقبل بالضبط بالنسبة ليشاهدوا في الصورة قاعدين يلاحظوا كورو مر من النقطة الثانية أو المصار الثاني خرجها من الغلاف الجوي هكذا بالضبط مع أيضا أنه ما فمش كاميراة باش نجم تصور العملية مباشرة استعملوا التروادي معنا نشاهدوا في العملية بالتروادي قلت حضور لسيد رئيس الجمهورية في مقر الشركة وأيضا جمهور عريض موجود في مدينة العلوم للمواكبات نرجع بالتفصيل بعد قليل على هذا الحدث المهم في تاريخ تونس انتلاق تحدي واحد الآن يتجه نحو المدار اللي بشيكون فيه القمر الاصطناعي تحدي واحد انطلق من روسيا تحديدا والمواكبة كانت من مختلف وسائل الأعلام الوطنية والعالمية انطلاقا من مقر الشركة من روسيا أيضا ومن مدينة العلوم السابعة صباحا وحداش دقيقة مع شكرنا لمكرم الهداجي نرجع بعد قليل لمواصلة هذه المتابعة والصور هذه باش نطلب من شكرا أنها تبقى تبقى يواكبها أساد المستمعين اشتركوا في القناة كل يوم من 6 لتسعة تسمع جديد وميفيد في يوم سعيد يوم سعيد